خينتقل مع حضراتكم لخبر تاني خلال ساعات ستنطلق فعاليات الدورة الـ 14 من المهرجان القومي للمصرح طبعا هتستمر هي هتبدأ يوم 27 ستمبر وهتستمر لغاية 9 أكتوبر المقبل هتحمل الدورة الجديدة عنوان الكاتب المصرحي النصري دورة المهرجان القومي للمصرح المصري اعلنت عن تكريم 10 أسماء من كبار واد المصرح المصري تنوعت أسماء المكرمين ما بين ممثلين مخرجين نقاد وغيرهم خلونا نتعرف على تفاصيل أكتر من الفنان يوسف إسماعيل الرئيسة المهرجان القومي للمصرح أستاذ يوسف البداية ورحب بحضرتك لو تكلمنا عن الاستعدادات يمكن النهائية للمهرجان أهلا وسهلا بحضرتك وأهلا وسهلا بكل سادة المشاهدين أهلا بحضرتك دي الدورة الـ 14 المهرجان القومي للمصرح المصري وهذا المهرجان هو مهرجان قومي بتنشئ وزارة الثقافة المصرية وهذا المهرجان خاص به عرض كل العروض المصرحية التي انتجت في العام الماضي من كل سنة العام السابق من كل سنة ما بين فرق حكومية وما بين فرق قطاع خاص وما بين فرق نقابات وما بين فرق مؤسسات مجتمع مدني وشركات وجامعات وفرق مستقلة وكل الأنواع الانتاج المصرحي اللي تم في العام الماضي دي رقم واحد رقم اتنين احنا المهرجان اختار العروض بتاعته ودي مفاجأة ممكن تقول للسادة المشاهدين ان احنا مصر بتنتج اكثر من 2000 عرض مصرحي في السنة كل عام مصر بتنتج اكثر من 2000 عرض مصرحي في السنة وده رقم ضخم الحقيقة يجب ان نحتفل ونحتفي به كمصريين احنا لجنة المشاهدة ولجنة اختيار العروض التي تتقدم للمسابقة استقرت على اللائحة الخاصة بالمهرجان وهي 33 عرض مصرحي يدخلوا المسابقة الرسمية وتم اختيار احسن او افضل 33 عرض مصرحي علشان يتسابقوا لنيل احسن الجوائد من المهرجان القومي للمصرح المصري يعني ان شاء الله استاذ يوسف الاحتفال يقام على قدر تاريخ المصرح المصري ويمكن على قدر كمية العروض اللي حضرتك بتتكلم فيه على كل حال استاذ او الفناني يوسف اسماعيل رئيس المهرجان القومي للمصرح انا بشكر حضرتك جزيل الشكر